مساء الخير مشاهدينا في كل مكان فرحب بحضرك ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكل الأحوال الاقتصادية الحقيقة بنشهد بشكل كبير جدا مدى حرص الدولة المصرية على التعاون مع كافة الدول وزيادة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر ومختلف الدول سواء كانت دول عربية أوروبية أفريقية من أجل ذلك هناك العديد من الاتفاقيات اللي انضمت لها مصر بشكل كبير جدا وبتحاول دايما يكون لها الجهود الخاصة بها من أجل تعزيز التبادل التجاري بينها وبين الدول المتواجدة في هذه الاتفاقيات النهاردة تحديدا من الكلمة على اتفاقية الكوميسا مصر انضمت لاتفاقية الكوميسا عام 1998 وطبعا كلنا عارفين اتفاقية الكوميسا يبتشمل دول الخاصة بشرق وجنوب إفريقيا بتضم 21 دولة مصر تولت رئاسة الكوميسا عام 2001 وبعد 20 سنة أصبحت مصر أيضا بتتولى رئاسة الكوميسا تحديدا كان في نوفمبر 2021 حتى نوفمبر 2022 إن شاء الله ده كله بيتضمن العديد من الجهود اللي بيتم بزلها في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين مصر وهذه الدول حقيقة مصر في الفترة الحالية بتستعد لمنتدى البحوث التاسع للكوميسا وشعار هذا المنتدى تعزيز تنفسية الأعمال والمرونة لدفع التجارة البينية هنشوف مع حضراتكم ونتعرف على أهمية هذه المنتديات دورها في تواجد مصر داخل الأسواق الإفريقية وزيادة الاستثمارات بما يعود بالنفع على المجتمع المصري ده هيكون من خلال حلقتنا النهاردة وضفنا اللي بشرفنا دكتور حسام الغايش خبير الأسواق المالية ودراسات الجدوى للتعرف بشكل تفصيلي على أهمية اتفاقية الكوميسا في المقام الأول وكمان الدور اللي بتقوم بيه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ومختلف الدول الأفريقية نتعرف على موضوع بشكل تفصيلي أكتر وإنعكاسه على الاقتصاد المصري لكن في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي ألم شرفني ورحب بدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال ودراسات الجدوى أهلا بحضرتك منور الحقيقة فكرة يعني تواجد مصر داخل العديد من الاتفاقيات مع الدول سواء كانت الدول بتقع في يعني أوروبا أو دول عربية أو دول إفريقية ده بيدينا يعني انطباع على مدى حرص الدولة المصرية على تواجد في كافة الأسواق والاستفادة من النواحي الاستثمارية الأهمية دي بقى يا فندم إزاي بتنعكس على النواحي الاقتصادية في مصر طيب هو يمكن الاقتصاد العالمي عموما في خلال العقدين الأخرين تحديدا ومع انتشار العلامة الاقتصادية والاجتماعية كل الدول بدأت انها تبحث على تكاترات اقتصادية تبدأ انها تعمل عملية حماية اجتماعية واقتصادية لمجتمعات وده يمكن ملاحظ على مستوى العالم عندنا الاتحاد الأوروبي عندنا دول أو تحالف منظمة شارع أسيا عندنا أيضا في أوروبا وأيضا في أمريكا الجنوبية أفريقيا أيضا يمكن من دول الدول اللي بدأت أيضا تبحث لنفسها عن مكان داخل هذه الاتفاقيات وداخل هذه التكاترات مصر عندها أيضا اتفاقية مع الدول العربية والاتفاقية لها مميزات كبيرة جدا مصر قدرت ان هي تنضم للكوميسا مع بدايتها او مع بداية تكوينها تحديدا في 98 تولت الرئاسة سنة 2001 ثم 2021 فكرة التكاترات الاقتصادية دي بتعمل عملية حماية اجتماعية واقتصادية كبيرة جدا لانها بتحمل او بتشجع المستثمر في هذه الدول لان هو يبدأ يستفيد من بعض المميزات اللي موجودة داخل هذا التكاتر وبالشرط على فكرة انها تكون دول جوار لاننا هنلاحظ ان ال 21 دولة في افريقيا متوزعة تقريبا بشكل يمكن بش معظمها دول جوار لبعضيها ولكن بتقدر انها تستفيد من خلال المميزات اللي موجودة تحديدا المميزات الجمهورية تحديدا هذه الاتفاقية بينطلق منها او بينبعث منها اتفاقية التجارة الحرة ودي يدخلها 11 دولة فقط ال 11 دولة دولت عندهم تقريبا زيلو جمارك ما بين التعاملات بتاعتها الدول وبعضها عندنا بعض الدول الاخرى اشترتت غير 11 دولة دول اشترتوا بعض النسب في الاعفاءات الجمهورية كنوع من الحماية لبعض المميزات النسبية عندهم او التنفسية للسلع اللي موجودة عندهم الدول الافريقية يمكن بتتميز انها دول غنية بالموارد الموارد الخام فبالتالي هنا الاتفاقية دي بتشجع الدول اللي عندها بعض التقدم التكنولوجي او بعض الصناعات انها تستفيد من هذه المواد الخام ايضا عندنا افريقيا تحديدا خلال عقد الاخير اصبحت من ضمن الاماكن الجميع الدول العالم حتى الدول المتقدمة بتسعى بشكل كبير لجذب استثمارات فيها نتيجة تغير مستوى المعيشة اللي موجودة حتى انظار الجميع يعني جميع الدول بزبط لان حصل فيه تغير فيه هيكل مجتمعات الافريقية تحديدا عندنا مجتمعات بمعظمها شباب عندهم نسبة شباب كبيرة جدا فيه تحسف مستوى معيشة عديد من الدول الافريقية بدأ يظهر خلال 10 سنين الاخيرة ده بالتالي شجع العديد من الدول انها تبدأ تفكر فيه دخل استثمارات سواء كانت استثمارات مباشرة او غير مباشرة في الدول الافريقية طيب انا نقول كمان ان الفترة الاخيرة شهدت تحسن كبير جدا في العلاقات المصرية الافريقية يعني نقدر نقول ان ده كان من الملفات المهمة جدا اللي تولتها الدولة المصرية هي عودة العلاقات بشكل كبير جدا مع هذه الدول وبالتالي كان هناك الفرصة الكبرى ان احنا نزيد من الاستثمارات والتواجد في الاسواق الافريقية نقدر نقول ان كوفيد 19 فرض على العالم كله طبيعة خاصة ولكن بتظهر اهمية هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية في مثل هذه الظروف كيف انعكس ذلك على دول الكوميسا؟ طيب دول الكوميسا تحديدا مصر لو شفنا التجارة البيانية وشفنا الارقام بتاعتها هلاقي ان اكتر حاجة كانت بتستفيد منها دول الكوميسا من مصر خلال السنوات الاخيرة كانت المواد الغذائية نسبتها تقريبا كانت 35% من حجم التجارة البيانية ما بينها وبين دول الكوميسا فبالتالي هم قادروا يستفيدوا بصورة كبيرة جدا من مواد الغذائية اثناء ازمة كورونا من مصر تحديدا ويمكن دول عالم كتيرة جدا استفادت من الموضوع ده في ازمة كورونا لان كان في مشكلة كبيرة جدا عند العديد من الدول وبعضها كان بيرفض اساسا ان هو يصدر اي مواد الغذائية لكن مصر كان بتسمح بده لان كان في فائد في العديد من المواد الغذائية ايضا مصر قادرت تستفيد في العديد من مواد الخام تحديدا عندنا في مادتين اللي هي التبغ والشاي مصر قادرت انها تستفيد في انها تحصل على مواد الخام بارقام كبيرة جدا من افريقيا في اثناء هذه الفترة فبالتالي هنا عملية التجارة البانية حصل فيها تحريك ولكن كان فيه مشكلة عوائق كبير جدا وما زال هذا العائق موجود ولكن مصر قدرت أنها خلال حتى رئاسة الاتحاد الأفريكي أنها تحل العديد من هذه العوائق تحديدا ما يخص عملية التجارة وعملية الثقة في تحويلات الأموال فبالتالي مصر عملت ما يسمى بمنصة جسور منصة جسور هنا بيكون فيه تعاومة بين الدول وبعضها لضمان عملية تحويلات الأموال يعني رئاسة الاتحاد الأفريكي الاتحاد الأفريكي في 2019 عملت هذه المنصة فبالتالي هذه المنصة بتضمن للرجال الأعمال والمستثمرين أنهما يكون فيه عملية ضمان حكومي لهذه التحويلات أثناء عمليات التجارة البانية أيضا كان فيه مشكلة أخرى وهي مشكلة النقل عندنا النقل البري تحديدا لأن النقل عن طريق الملاحة مكلف جدا للغاية فبالتالي هذه السلع وهذه المنتجات بيحمل على تكلفة عالية جدا فكان البديل هو النقل البري النقل البري فيه متوسطه في أفريكيا ما بين دول كوميسة أو حتى دول أفريكية بعضها من إن كان في 48 يوم الطريق اللي مصر بدأت فيه إنشاءهم بالتعاون مع العديد من الدول الأفريكية هو قاهرة كيب دون هيقلل هذا الوقت من 48 يوم لأربعة أيام فبالتالي هنا أيضا هنا تكلفة والوقت في التجارة البانية خاصة فيما يخص العديد من المواد اللي ممكن لا تتحمل هذه المدة أثناء نقلها من دولة إلى أخرى نتيجة طبعا مختلف المناخات اللي موجودة في أفريكيا من استواء وخلافه فبالتالي هنا تقليل الوقت ده هيشجع أن التجارة دي تزيد بصورة كبيرة خلال السنوات القادمة وده يعني أعتقد أن ده هدف من الأهداف اللي بنسع إليها بشكل كبير جدا يعني قلنا أن كوفيد نينتين كان لي تأثيره وكمان طبعا الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم كله في خلال هذه الفترة وأثناء تولي مصر رئاسة أيضا يعني الكوميسا أهم يعني إحنا مقبلين خلاص على نومبر 2022 فأعتقد أن خلال الأشهر الماضية كان هناك العديد من الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الإطار ويمكن هنتكلم بعد كده كمان على منتدع البحوث التاسع لكن من وجهة نظر حضرتك أثناء رئاسة قيمة الكوميسا أهم الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية طيب مصر تحديدا أهم ما قامت بها أو تولته في رئاستها الكوميسا هذه المرحلة هي ما يسمى بالاستراتيجية التكامل الصناعي ودي استراتيجية مهمة جدا وبالفعل الدول الكوميسا وفقت عليها وسيبدأون في تنفيذها بعد انقضاء مدة مصر لرئاستها في 2022 بتقوم على أي فن؟ التكامل أو استراتيجية التكامل الصناعي دي عندها عدد كبير جدا من المحاور المحاور الأساسي هو فكرة البنية التحتية لعملية النقل وعملية اللوجستية الخاصة بنقل المواد الخام وخلافه بالتالي نقل البيانات أو نقل المعلومات ما بين الدول وبعضها عن كميات المواد الخام الموجودة وكيفية استغلالها وكيفية رفع قيمتها المضافة أيضا منتكلم في استراتيجية خاصة بالشمول المالي لأن الأمر ده مهم جدا علشان يكون هناك أمان تام في عملية التحوليات المصرفية والبنكية ما بين الدول وبعضها ما بين المستثمرين وبعضهم أيضا بتسعى مصر لعمل استراتيجية للشمول المالي في الدول الأفريقية كل هذه المرحلة أيضا عندنا استراتيجية خاصة بيئة التحول الرقمي إنه يكون موجود بصورة كبيرة جدا ومتقدمة في هذه الدول بحيث أن العمليات النهاردة التجارية والاستثمارية في ظل وجود التحول الرقمي أصبحت هامة للغاية أصبحت ضرورة لم تعد رفاهية كما كان من قبل صحيح فبالتالي ده أيضا من ضمن الاستراتيجية عملية التحول أعتقد ده أساس التعامل في كافة الدول العالم يعني بعد كده بالظبط كده إحنا شايفين عندنا شركات يمكن بحجم ميزانيات الدول بتاعتها أساسا بتعتمد بصورة كبيرة على فكرة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية فبالتالي كل هذه الأفكار وكل هذه الاستراتيجيات داخل استراتيجية التكامل الصناعي اللي موجودة أيضا عملية نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات وده على فكرة من ضمن بنود الأساسية للمواد في اتفاقية الكوميسة واللي حيسمح لمصر والعديد من الدول الأفريقية إنه عملية نقل الخبرات والخدمات ما بين الدول وبعضها وأعتقد يعني أن العنصر البشري المدرب والمؤهل بشكل كبير في مصر يعني ليه دوره ليه تواجده في الأسواق الإفريقية بشكل كبير توقف مع حضرتك عند منتدى البحوث التاسع للكوميسة بمصر والشعار الخاص به هو تعزيز تنفسية الأعمال والمرونة لدفع التجارة البينية وأعتقد يعني أننا لما بتكلم على تجارة وتعزيز دفع التجارة أنا بتكلم على اقتصاد بيخص المواطن المصري بشكل كبير دور هذا المنتدى وأهم البحوث اللي ممكن يكون لها تأثير وتواجد فيه طيب طبعا عندنا الدول الكوميسة عندها عدد كبير جدا جدا من المواد خاصة المواد الخام واللي مصر قادرت تستفيد منها خلال السنوات الأخيرة منكلم تحدينا في مادتين التبغ والشاي قادرت مصر أنها تستفيد في ظل وجود إعفاءات جمهورية فبالتالي ده بيساعد بصورة كبيرة أنه يخدم المجتمع في أن بعض هذه السلع بتصل إلى المستهلك بأسعار أقل أو مخصومة منها تكلفة كبيرة جدا كن ممكن نتفحها لو استورادنا من مكان آخر فبالتالي عندنا عملية التجارة البينية دي هتفيد في عدة اتجاه بتفيد المستهلك بشكل مباشر بتفيد المستثمرين أن هما يبدأوا يدخلوا في عمليات استثمارية سواء كانت في استراض أو تصدير مواد خام أو مواد غزائية عندنا من مصر بتفيدهم أن هما يقدروا يعملوا عمليات قيمة مضافة على هذه المواد سواء كان بالتصنيع في هذه الدول الأفريقية أو التصنيع في مصر وإستراض هذه المواد الخام من الدول الأفريقية أعتقد أن عملية التكامل اللي بتحصل فيه فيما يخص التجارة البينية ما بين الدول الأفريقية وخاصة دول منظمة كوميسا أعتقد أن أصارها هتبدأ تظهر على المواطن المصري والمواطن الأفريقي خلال العشر السنوات القادمة إن شاء الله عايزة أتكلم مع حضرتك على دور المشروعات القومية اللي بتقوم بيها الدولة المصرية في تعزيز هذه الخطوات اللي بيتم اتخاذها أنا ما بتكلم على نقل أنا بتكلم دلوقتي في تطوير للموانئ بشكل كبير في بنية تحتية بتهتم بيها الدولة المصرية هل حضرتك شايف أن ده ساهم بنسبة معينة في تنفيذ هذه الاتفاقيات أو فيه سرعة اتخاذها وبالتالي إنعكاز ده على النواحي الاقتصادية؟ ده بالتأكيد لأن كمان إحنا لو نتذكر إثناء رئاسة مصر الاتحاد الأفريقية كان فيه أكتر من المؤتمر الاقتصادي سواء كان في أوروبا أو في روسيا أو في الصين أو في اليابان وكل هذه المؤتمرات كانت بتركز بصورة كبيرة جدا على عملية تعاون مشترك مع مصر كأحد البوابات الرئاسية للقارة الأفريقية وده يمكن نابع من رؤيتهم وقدرتهم على المؤشرات اللي موجودة بتطور البنية التحتية في مصر بصورة كبيرة مما سيساهم في أن هي تكون بوابة للقارة الأفريقية سواء استراضا أو تصديرا فبالتالي ده بيجعل الدول دي أنها تسعى سواء كانت أنها عملية تجارة مباشرة معها مع مصر ومع الدول الأفريقية أو أنها تسعى أنها تعمل مناطق أو تدخل مناطق حرة عندنا بمصانع وبتكنولوجيا صناعية جديدة تستغل المواد الخامل الموجودة في أفريقيا وتصنعها وأيضا تعيد عملية هذه المواد المرة أخرى كمنتجات سواء تصديرها للدول الأفريقية أو للدول العالم ده كل هذه القطوات التي تعملت في المشروعات القومية من الموانئ وطرق أعتقد أن تأثيرها حيبان نتيجة هذه الاتفاقات التي تمت أثناء رئاسة مصر للتحاد الأفريقي والتي كانت مصر حريصة جدا فيها على أن الدول الأفريقية في مقابل بحها أو تصديرها للمواد الخام أنها تحصل على جزء كبير جدا من التقدم التكنولوجي سواء الخاص بعمليات الاستقراج أو حتى عمليات التصنيع لإضافة قيمة مضافة لهذه الدول الحياة يمكن حريك أشارت إلى الجزئية يعني بتقع ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية اللي بتتبنها مصر تجاه الدول الأفريقية ويمكن حتى بنشوف ده في حرص القيادة المصرية حتى في مؤتمرات التغيرات المناخية قد إيه بيكون في حرص على تعويض الدول الأفريقية المتضررة نتاج يعني الآثار السلبية الخاصة بالتغيرات المناخية وحريك أشارت إلى الخطوات اللي تم اتخاذها أثناء رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي يمكن منصة جسور كمان كانت من أهم هذه الخطوات هنا أنا أتكلم كمان على الاهتمام بفئات المجتمعات الأفريقية سواء كان الشباب سواء كان المرأة تنمية المجتمع وأعتقد أن المرأة كان لها دور كمان بشكل كبير جدا في الاهتمام أثناء رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي وما زال هذا الدور حتى بعد انقضاء هذه الرئاسة لكن لازالت الدولة المصرية حريصة أيضا على هذا الدور إزاي ده بينعكس؟ هل الاتفاقيات هنا بتدعم ده؟ هل الاتفاقيات بتكون بمنأة أو منعزلة عن هذا الإطار؟ لا بفلع الاتفاقيات الكوميسة منبسط منها منصة خاصة بالمرأة الأفريقية واسمها تحديدا 50 امرأة أفريقية وده منصة لعملية التواصل ما بين سيدات الأعمال في هذه المجتمعات فبالتالي هنا أيضا ده أمر مهم جدا لأنه بدأ يظهر خلال العقدين الأخرين تحديدا سواء في مصر أو في الدول الأفريقية برز أسماء كبيرة جدا لسيدات أعمال سواء في التجارة البينية أو في المجال الصناعي أو في المجال التقني فبالتالي ده حيساعد بشكل كبير جدا أنهما يتواصلوا مع بعض ويقدر أنهما يكون فيه أعمال وتجارة ما بينهم خلال السنوات القادمة ده يعني هيكون ليه تأثيره على خريطة التبادل التجاري على مستوى العالم بشكل كبير خاصة لما يكون فيه كيان جديد بيضم عدد من الدول الأفريقية وعدد من الدول الأوروبية وكل واحد فيه ليه احتياجاته وليه موارده وإمكانياته فده ممكن يغير بشكل كبير سواء من خريطة الاستثمار أو خريطة التبادل التجاري ما بين الدول ده حقيقة ده سواء في الأفريقية أو أيضا الاتحاد الأوروبي ما ننساش أن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة كان عنده مشاكل كتيرة جدا أيضا نتيجة خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي نتيجة الحرب أو الأزمة الروسية الأوكرونية اللي موجودة حاليا فبالتالي أيضا الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه لديه فرصة أنه يحسن من أدائه ويحسن من مؤشراته الاقتصادية الكلية نتيجة هذا التحالف اللي ممكن يحصل أخيرا مع قرب انتهاء رئاسة مصر للكوميسا هل نقدر نقول أنه بيكون فيه نوع من مش عايزة أقول توصيات أو نتائج هذه الفترة ولكن خطة ممنهجة بنخرج بيها للفترة القادمة بالفعل الدول الأفريقية في منظمة كوميسا وفقت على استراتيجية مصر للتكامل الصناعي وبالتالي تم الإعلان وحيبدأ تنفيذ هذه الخطة تحديدا بعد انقضاء مدة مصر لرئاستها لهذه الفترة وبالتالي مصر هنا كان لها أثر كبير لأنها تضع هذه الخطة وهذه الاستراتيجية اللي هيتم يتنفيذها تقريبا على مدار 5 إلى 6 سنوات بعد انقضاء مدة مصر لرئاسة الكوميسا وان شاء الله يكون لها دور وأثر كبير جدا ليس فقط على الاقتصاد المصري ولكن على اقتصاديات كل الدول المشاركة في الكوميسا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام الغايش خبير أسواق المال ودراسات الجدوى نورتين يا فند شكرا لحضرتك شكرا جزيلا ومشكر كل اللي تابعونا دا كان موضوعنا مع حضراتكم بكرة بإذن الله لقاء جديد مع الاقتصاد والناس شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة